أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميدة خليل إبراهيم أحكامها بحق 54 موقوفاً في أحداث عبره وذلك بعد سنتين تقريباً على بدء محاكماتهم واكتفيا بمدة توقيف بعض المتهمين وغرم آخرون بثمن برودة عسكرية بين الموقوفون الآخرون تراوحت فترة سجنهم من سنة إلى عشر سنوات فيما حكم غيابياً على أربعة فارين بالسجن 15 عاماً الأحكام اللي صدرت مبارح هي بتتعلق بمتوسطي الخطورة ومدون اللي هني ضمن المجموعة الثانية اللي هني كمان أحكامه ما كانت مخففة يعني كان فيه أحكام 8 سنين و7 سنين و5 سنين وهو اللي ثبت فعلياً أنه ما قتلوا من الجيش يعني هني الجزء منهم شارك ضمن المجموعات المسلحة لأحمد الأسير الجزء منهم لم يطلق النار ولفت مرتضى إلى مفاجأة الأحكام المتمثلة في محسن شعبان الذي حكم عليه بالسجن سنة واحدة على الرغم من أنه كان مخلس بيله دوع محسن شعبان طلع هو ما كانت هذه موجودة ضمن التحياءات طلع قدام كل الإعلامين اللي كانوا موجودين بجلسة المحكمة العسكرية وقال له لرئيس خليل إبراهيم قال له أنا اللي أخذت أحمد الأسير على سوريا أنا اللي سعدت ولي جيب سلاح من جوسي ومن الأسير بمواكبة عناصر من قوى الأمن الداخلي بمواكبة سيارات من فرع المعلومات قال له الوزير مروان شربل وزير الداخلية الأسبق هو اللي زار شيخ أحمد الأسير وهو خلال أحد مؤتمراته الصحفية قال أنه لا مانع من أنه يتسلح الأسير إذا كان لقتال عدو الإسرائيلي بمجرد ما أنه وجه البندقية للجيش اللبناني أنا انسحبت وأنا اتبرأت منه وأنا شاركت بإصدار بيان ضمن دار الإفتاء لا التنديد بأحمد الأسير ولا الدفاع عن جيش اللبناني يمتوقع أنه يطلع باكتفاء مدي لأنه له أدوار إيجابية كثير أدوار وطنية ساعدت بإطلاق عسكريين وساعدت باستعادة جثة الشهداء لجيش اللبناني تجدل الإشارة إلى أن المحكمة برأت نعيم عباس في هذا الملف مع العلم أنه من أخطر المطلوبين في قضايا أخرى منها نقلوا سيارات المتفجرة إلى الضاحية وإزاء ذلك تبقى المجموعة الأولى وهي التي يحاكم فيها فضل شاكر وأحمد الأسير مع مساعديه وقادة مجموعاتها العسكرية وينتظر أن تبدأ جلساتهم في الثاني عشر من تموز المقبل